اشتركوا في القناة عيد الاضحى المبارك اسأل الله ان يعيده علينا سالمين غانمين طبعا خلال ايام عيد الاضحى انا رح اختصر في التوقعات ما رح اذكر البيوت رح اعطي تلمحات المهمة او الاشياء المهمة من نصائح من ارشادات اشياء تنتبهوا منها اشياء تركزوا عليها المقدمة كالمعتاد ذكر الزوايا والمنازل القمر هاي رح نذكرها بالتفصيل زي ما احنا معتادين ولكن عن ذكر التوقعات ما رح اذكر البيوت رح اركز على اهم التوقعات واحطها بشكل مقتصر اولا لانه اول اشي هاي فترة عيد في مناسبات اجتماعية في لقاءات في زيارات في انشغالات فعشان هيك بتكو تعذروني فترة الخمس ايام هاي القادمة انه رح تكون الابراج بشكل مقتضب ومهم يعني الاشياء المهمة جدا هي اللي انا رح اذكرها في التوقعات ارجو انكم تعذروني اذا كان في وقت صار معي او بقدر اني انا اسجل حلقات زي ما كنا متعودين رح ارجع يعني مش شرط اني انا رح اغيب الخمس ايام عن التوقعات المعتادة ولكن انه على حسب الظروف وعلى حسب الوضع اللي بيكون ان شاء الله اني رح اكون ملتزم معكم يعني ما حبيت ان اقول لكم بدي اخذ اجازة يعني اقولت اكيد انه في اشخاص رح ينزعجوا من الكلمة هاي او في اشخاص رح يعذروني في اشخاص رح يقولوني مش مشكلة وفي اشخاص ممكن انه يقول لك الزلمة بصر شماله فعشان هيك حبينا انه احنا ما نختصر ما نشيل الهن ما نشيل التوقعات ولكن انه نختصرها بطريقة ان نوصل فيها الرسالة ولكن بدون الشرح الممل او المفصل جدا اللي احنا متعودين عليه فعشان هيك بدكوا تعذروني خلينا نروح على توقعاتنا طبعا اليوم التوقعات لا يوم الجمعة واحد وثلاثين سبعة القمر ما زال موجود في القوس رح يكون في منزلة البلدة وهي الاتثبات والربح والسلامة ورح يستمر في هاي المنزلة حتى ساعات ما بعد الظهر لا ينتقل بعدها القمر للجدي رح يكون في منزلة سعد الذابح وهي العلاج والفراق والخلاص وبرضو تنفع للحرية اما بالنسبة للزوايا الفلكية اول زاوية رح تكون زاوية التثليث ايجابية بين عطارد ونبتون رح تكون في تمام الساعة ستة واربعة واربعين دقيقة مساء منصبح قادرين على قراءة مشاعر الاخرين من حولنا دون ان يعبروا عنها بصراحة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة سبعة وتسعة عشر دقيقة مساء بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدا عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي هي اخر زاوية رح تكون يعني في حدود منتصف الليل بالضبط من هذه الليلة هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة اتناعش وسبع دقائق بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيش اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ يتجه الى التنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب بعدها مباشرة هاي بكون في خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة اتناعش وسبع دقائق بعد منتصف الليل وحتى تمام الساعة احداعش وثمانية وخمسين دقيقة بعد الظهر ومعروف انه خلو المسار انه لما بكون القمر في حالة انتقال من برج لاخر وما بيشكل زوايا مع احد الكواكب فمنسميها فترة اسمها خلو المسار وهي لا تصلح لاي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبيشمل ذلك موليد جميع الابراج دون استثناء بالنسبة للقمر رح يكون في الجدي ويستقر ويبلش يعمل اول اتصالات له يعني غير متصلة احنا منسميها يعني اتصالات منفصلة رح تكون في تمام الساعة 11.58 دقيقة بعد الظهر وبصير تأثير القمر على جميع الابراج دون استثناء انه في الفترة هاي منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول انجاز عمل متراكم منجد انه الامور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر روح التشاؤم على البعض مننا علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد وشراء تحفي اثرية والبدء بحمية وشراء بوليس التأمين اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون موجود بالجدي معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم 2.8 رح يكون في تمام الساعة 51.59 دقيقة عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 16 دقائق مساء لا ينتقل بعدها لبرج الدلو عمر القمر القمر الاحدى ب11 يوم في تمام الساعة 22.9 دقائق عصرا بيصبح 12 يوم نسبة الاضاءة 85% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22.8 المزاج منتحس في اشخاص سألوا قالوا يا عمي الشمس ما هي موجودة في برجها من المفروض انها تكون سعيدة احنا عارفين ان المفروض من المفروض انها تكون سعيدة ولكن انها بتشكل زاوية تربيع عنيفة جدا مع اورانوس فعشان هيك فقدت طاقتها وبرضو هي بمراحل بتشكل بعض الزوايا المنفصلة فعشان هيك اخذت النحوس واكتسبتها من هذا الوضع بالنسبة للقمر القمر في القوس والجدي لغاية 2 يوم 8 منتحس حتى ساعات المساء بعدين بصير سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5-8 المزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7-8 المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9-9 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه منتحس المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12-9 مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس وره نصف الثور حتى يوم 15-8 بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه يعني هو ممتزج ولكن اليوم على الأغلب رح يكون سعيد نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه منتحس وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا القمر معروف انه هو في البيت التاسع ورح ينتقل للبيت العاشر في ساعات الظهر فعشان هيك اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة بيصير في نوع من انواع التعامل مع اشخاص او اتصالات خارجية مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمواضيع الها علاقة بالتواصل او بالتنقلات او بالحركة وبتكونوا نشطين بشكل كبير جدا بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احبائكم معكم في ساعات الظهر طبعا بيصير القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن بما انه هو البيت العاشر يعني شوي حاد فمنقولكم ديروا بالكم من العصبية والحدية وتشويه سمعتكم بالفترة هاي حاولوا قدر الامكان انكم ما تخالفوا القوانين وما تعصبوا وما تدخلوا بخلافات او نقاشات حادة بالفترة هاي طبعا اهم النقاط اللي رح احذر منها او الاشي العصبية والحدية وفرض الرأي رح تكون غالبة رح تنجحوا في عملية التنقلات والاتصالات والاقناع وسرعة بدهتكم بتكون عالية وفي منكم ممكن يكون له تعامل مع اخ او جار خلال فترة هاي على مستوى البيت الاجواء تقريبا فيها نوع من انواع تقلب ممكن بعض اعمال الصيانة او المشتريات او الاهتمامات العائلية او اللقاءات رح تكون يعني ظاهرة بشكل كبير في نشاط اجتماعي واضح علاقتكم مع احباكم تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية عاطفيا انتوا يعني مشحونين بطاقة عاطفية عالية جدا ولكن ابعدوا عن القرارات او محاولة التحكم بالاحباء وخصوصا الحبيب او احد الوالدين او احد الابناء اهم شي انه تنتبهوا على مصاريفكم ما في داعي للتبذير ولا لصرف الفلوس بالفترة هاي بتكو تركزوا بشكل جيد يعني ما في داعي للإصراف في فرص لبعض المكاسب المالية ولكن انه الاصراف بيكون عالي جدا اهم شي انه تبعدوا عن الوساوس والشكوك وبرضو بتكو تنتبهوا لا صحتكم بشكل جيد ممكن تشعروا ببعض الاشياء الغير اعتيادية صحيا ممكن يصير فيه نوع من انواع القلق اما على صحتكم او على صحة قريب او حبيب لالكم برج الثور طبعا بما ان القمر موجود في البيت الثامن فبظل الاهتمامات لغاية ساعات الظهر في امور المالية والاهتمامات على امور المالية المشتركة الفرصة متاحة لتنظيم هاي الامور والفرصة برضو متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة من ساعات الظهر بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة والحوارات مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام فيهم او معايدتهم او بالتحركات والتنقلات والاهتمام بشؤون الها علاقة بالسيارة او التنقلات على مستوى الوضع المالي تقريبا الاجواء منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية رغم انه انتم متقلبين بالمزاج او عندكم حدية بالطباع في بعض الاوقات وممكن تكثر عندكم المصاريف او تعطلوا بعض المسال لصالحكم اهم اشي زي ما حكينا انكم تقللوا من المصاريف والدفعات بالفترة هاي حاولوا انكم تبعدوا عن اي شيء العلاقة بالمشتريات الغير ضرورية بتنشطوا بالاتصالات والحوارات والتنقلات والاتصالات ووجهة الاقناع بوجهة النظر ممكن انه اليوم تكسبوا حليف لا لكم ولكن اهم اشي انه على مستوى البيت ابتعدوا عن النقاشات والانزعاج من تصرف احد افراد العائلة حاولوا انكم تضبطوا اعصابكم مهما صار من احداث ما في داعي انك انت تتكبر المسائل وتخليها التور وتصل لمرحلة انه تفقدوا سيطرة على حالكم في اليوم بتحمل نوع من انواع التلاقي ما بينك وبين بعض الاصدقاء او ممكن زيارات او اتصالات وتهنئة بالعيد او اشياء من هذا القبيل ولكن الاهم انكم تنتبهوا من الطعام ولا طعامكم شرابكم من بعض التلبكات اللي ممكن تأثر عندكم على الامعاء حاول تبعد عن العصبية انتبه لراحتك بشكل جيد وبرضو اهتم بشكل مباشر بانجاز كل المطلوب مننا خلال هذا اليوم ما تأجل اي شي عشان ما تتراكم الاحداث بشكل كبير وتصير عبئ عليكم اليوم اجمالا في ايجابيات حاولوا انكم تستغلوها لصالحكم برج الجوزاء ايجابيات ما بينكم وبين احبائكم خلال هذا اليوم في ساعات الظهر بتنشغلوا في اعادة ضبط اموركم المالية ولكن الاهم انكم تحاولوا تقللوا من المصاريف قدر الامكان اضبطوا مصاريفكم ما تنفعلوا وما تتهوروا خلال هذا اليوم ممكن شوي يكون عندك بعض الحدية في الطباع يعني زي اصدار قرارات او فرامنات او تعصب من بعض المواقف حاول انك تضبط اعصابك ما في داعي للمشاحنات وانك انت برضو انك تكبر الامور حساسيتك بتكون في اوجه يعني لدرجة انه في منكم رح يفرغ هاي الضغط او السلبية الموجودة عنده بصرف الفلوس بدون حساب حاولوا انكم تضبطوا ميزانيتكم بشكل جيد ممكن تظهر بعض المسائل المالية اليوم يعني بشكل شوي صعب اما بالنسبة لها عملية التحركات انكم رح تشعروا ببعض الاستياء من بعض المواقف او ردات فعل سلبية اللي رح تأثر على عصبيتكم او على جهازكم العصبي ممكن اليوم تحاور ولكن برضو بكون في نوع من انواع الحدية بالطباع في بعض الاوقات حاول انك ما تجازف وما تغامر وما تخال في القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة حافظ على سمعتك ما تخلي حد يوجه لك نوع من انواع الانتقادات مش ترد عليه بطريقة عصبية وانفعالية ولكن تجنب انك انت تنحط بهذا الموقف وراعي وضعك الصحي من بعض التقلبات او شعور بالتعب ببعض الاوقات او ممكن انه يصير في نوع من انواع القلق على احد افراد العائلة ولكن الاهم انك تراقب غذائك بشكل جيد على اساس انه ما يصير عندك اي اشياء جديدة على مستوى المعدة او الامعاء برج السرطان طبعا القمر موجود في البيت السادس وما زال موجود في البيت السادس اللي اله علاقة بالصحة ويلو علاقة بالعمل فحاولوا انه خلال اليوم انك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وحاولوا انك تحافظوا على صحتكم قدر الامكان حاول اذا شعرت باي شيء غير اعتيادي انك تراجع طبيبك حتى بعد ساعات الظهر لما القمر بصير موجود مقابلكم مباشرة ماشي بتنجحوا بالتفاهم مع شركائكم يعني سواء شركاء المال او شركاء العاطف زي الازواج ولكن طاقتكم ضعيفة بيخلي انه شوي في نوع من انواع الاهتمام للصحة ممكن بعض العوارض او بعض التعب او الارهاق او الشعور بالتوعق الصحي طبعا بتكو تنتبهوا انه اليوم عندكو كثير من الحوارات عندكو كثير من الاتصالات عندكو كثير من النشاط ولكن حديتكم بتكون ظهر وردات الفعل بتكون سلبية اهم شي انه اليوم حتى لو صار في نوع من انواع المكاسب المالية حاولوا انكو تضبطوا ميزانيتكم من المصاريف او من بعض الامور اللي ممكن تطلب اشياء يعني تكون هيكي نوع من البذخ او انك تفرغ السلبية الموجودة او الطاقة السلبية اللي عندك فتلجأ للمصاريف اكثر اهمش انك ما تخالف القوانين ما تدخل باشياء مشبوهة ما تحاول انك تشوه سمعتك خلال هذا اليوم لانه شوي في حدية بالطباع عندك ممكن تكثر عندك الاتصالات او الحوارات مع اشخاص خارج البلاد او اتصالات مع اجانب او حوارات او تنقلات بعيدة ما بين المدن اهمش انك تنتبه اثناء تنقلاتك علاقاتك مع اصدقائك ممكن تنشط في بعض يعني العلاقات اليوم وخصوصا انه اليوم مفتوح فعشان هيك فيه اتصالات وحوارات مع الاصدقاء بشكل كبير بالنسبة للوضع الصحي يعني مش هالخطر لكثير لانه اول اشي الزهرة بتدعمك في بعض المسائل فهي توععكات عابرة او تقلبات صحية عابرة بتكون اهمش انك زي ما حكينا دير بالك من العصبية والحدية بالطباع خلال هذا اليوم خلافا لموضوع الصحة برج الاسد طبعا بتظل الامور جيدة على المستوى العاطفي وبظل مشحونين طاقة عالية جدا وبظل في عندك ورغب اليوم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم والتواصل معهم او الاتمئنان عليهم لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتراكم العمل عندكم ما بتقدروا تنجزوا اشياء من العمل خلال هذا اليوم بتكون تنتبهوا كثير لصحتكم من التقلبات او بعض العوارض اللي ممكن من عصبيتك وردات فعلك ما تصدر قرارات اليوم او تعصب فتروح لانت ضار بهيق قرار يعني تخرب الدنيا كلها حاول انك تنتبه من ردات فعلك ومن عصبيتك مشحون بطاقة ايجابية خلي هاي الطاقة ظلها مسيطرة معك طول اليوم يعني الاجواء تقريبا بصير نوع من انواع الاهتمام بالوضع المالي او مصاريف او مستردات او بتحاول انك انت تقتصر او تقتصد في عملية الصرف الا انه في لحظات بصير رغبة جامحة عندك للتبذير بالنسبة لأمور الاتصالات والتنقلات بتكون نشط جدا ولكن مش على حساب صحتك حاول انك ما تمفعل وما تعصب ايه 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 اتصالات كثيرة خارجية وتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل لها علاقة باجانب او باشخاص يعني بدول اخرى اه برضو تواصلك عمستوى الاصدقاء جيد فممكن يحملك اليوم لقاء او يعني تقابل ما بينك وبين اصدقاء وممكن يظهر مشكلة او كلام شوي من سمعتك فبدك تدير بالك ما في داعي زي ما حكينا للعصبية انتبه لجهازك العصبي انتبه لصحتك حاول انك تاخذ قصة من الراحة ما ترهق حالك كثير لانه زي ما حكينا القمر في بيت الصحة رح يكون فعشان هيك الصحة اكتر اشي بدك تنتبهلها وما تراكم الاعمال وما تأجل شيء حاول انك تنجز كل اعمالك خلال هذا اليوم برج العذراء يعني بظل الاهتمام تقريبا كله على موضوع البيت والعائلة والمسكن وامور عقارية وعائلية يعني هاي اكتر الاشياء اللي رح تتركز عليها اليوم لغاية ساعات الظهر بامكانكم ادخال اي تعديل على مسكنكم من ساعات الظهر بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم بتحس ان الجو اختلف تماما صار عندك طاقة عالية جدا وممكن اليوم تقضي اوقات ممتعة ولكن بدك تنتبه انه عصبيتك شوي ممكن تكون يعني مسيطرة على الوضع عندك تقلبات بالمزاج احذر من النقاشات الحادة او الاستياء من تصرف شريك شريك المال او العاطفي خلال هذا اليوم وبرضو بدك تنتبه من الاموال المشتركة حاول قدر الامكان انك ما تلجأ لطلب دعم او ديون او قروض خلال هذا اليوم او مساعدات او مال الشريك خصوصا الزوج او الزوج يعني ما تستأمن بعض التقصير ولكن بالمقابل انه حاول انك انت تكون مرتب وضعك على يعني على الحجم المطلوب حاول انه برضو اليوم تستغل الفرصة اجتماعية وما عارفك وعلاقاتك اصدقائك اليوم تقدر تدافع عن سمعتك برضو بتعزز سمعتك بتقدر تثبت للاشخاص انه انت يقد المسئولية ممكن يجيك اتصال من خارج البلاد يزعجك او يكون فيه خبر مش جيد يعني بشكل مفاجئ ممكن شوي هذا ينكد عليك خلال هذا اليوم ولكن الاهم انك تنتبه على صحتك من التقلبات صحيح انه مش خطر الوضع ولكن بدك تراقب غذائك وتراقب صحتك حاول انك تنشط بين اصدقائك وتنشط اجتماعيا اليوم مع احباء كمان برج الميزان طبعا بظل الثقة عالية جدا بالنفس بتظلك مدعوم بطاقة عندك نشاط عالي جدا بالتنقلات والاتصالات والحوارات وحتى باشياء كثيرة حتى بعلاقاتكم مع الاخوة والجيران بتكون قوية قدرة التواصل عالية جدا لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر الامور بتصير تتركز حول مصالحكم البيتية والعائلية وعلاقتكم بالبيت وافراد العائلة يعني بكون المحور كل ما بعد ساعات الظهر على البيت اجمالا ولكن بدك تنتبه انه ممكن يصير اشي يزعجك حاول انك ما تظهر هذا الشيء على اساس انه يعني ما تكون انت العنصر اللي يصير يقوله انت دايما بتنكد علينا في اخر لحظة ممكن اليوم يعني تتلقى اتصالات او تجري اتصالات خارجية بكثافة مع اشخاص خارج البلاد برضو لقاءتك مع اصدقاء مع اصدقاء ومع علاقات ممكن اليوم تكون مميزة وفريدة من نوعها يعني ما تكون متوقع انه كم الاتصالات رح يكون بالنشاط هاد اهم اشي انكو تحاولوا تحافظوا على سمعتكم ما تدخلوا بنقاشات حدي وما تدخلوا باشياء ما بتعنيكم بدك تنتبه من الوسواس ما في داعي للقلق والخوف وخصوصا على الوضع الصحي ممكن بعض التقلبات وتكون عابرة انك انت برضو ترتب ميزانيتك بشكل جيد ما في داعي انك انت تبذر اموالك بطريقة انك انت في الاخر تصير محتاج او انت شوي تنضغط ماليا بالفترة هاي يعني الاجواء تقريبا ايجابية وحتى على مستوى الاحبة والحضوض في نوع من انواع الدعم برج العقرب طبعا اليوم بظل الوضع المالي هو المربك لغاية ساعات الصباح قلق من بعض الترتيبات المالية او الدفعات او تحسين الوضع او وضع ميزانية معينة او شوي بتكون يعني مستاء من بعض الضغط المالي اللي ممكن انت بتعاني منه بالفترة هاي يعني شوي ممكن تظهر بعض الانفراجات ولكن اهم اشي انكم بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية في ساعات الظهر القمر رح ينتقل للبيت الثالث بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع اخ او جار او مع اشخاص انتو بتعرف فيهم بصير عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية ولكن اهم انك تنتبه اثناء تنقلاتك بالسيارة او اثناء حركتك ما في داعي للعصبية وما في داعي للحدية خلال هذا اليوم ممكن يحمل لك اليوم لقاء عاطفي او تعاطف مع اشخاص او محاولة للتواصل العاطفي الجيد اللي بيجمع ما بينك وبين الاحبة حاول انك تنتبه لصحتك ما في داعي انك تغامر او انك ما تنتبه لغذائك حاول تنتبه غذائك هو بيد داعك هحاول انك انت تمتني عن الاشياء اللي ممكن تسبب لك اي اعراض جانبية برضو اتصالات خارجية قوية لقاءات بالاصدقاء بتكون ممتازة في نوع من انواع المرح صحيح انه ممكن تنضغط كثير من كثر الحركة والنشاط اليوم ولكن اجمالا هي جيدة وابهم نقطة حاولوا انه لو حصل اي سوء تفاهم بينك وبين شركائكم اليوم تتجاوزوا المرحلة هاي ما في داعي لانك تفاقموها او تكبروها حتى لو قصر بشيء او بدون انتباه تصرف شيء بخالف تصوراتك او تفكيرك ما في داعي للمشاكل برج القوس يعني زي ما حكينا بالايام الماضية انه ما زالت الامور جيدة ثقاتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اهم ايش انكم تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن اليوم تنشط بكثير من الامور عندك كثير من الاهداف كثير من الاشياء اللي حابب تنجزها في ساعات الظهر بتنهمكم بضبط ميزانيتكم او ترتيب وضع مالي ممكن تكثر المصاريف او الدفعات او يصير عندك نوع من انواع القلق المالي من بعض المسائل في حدث رح يصير على مستوى البيت او العائلة حاول انك ما تزعل اذا حد تخلف او حد ما حضر او حد ما تصل انك تشعر ببعض الوحدة في بعض الاوقات عاطفيا انت مضغوط جدا ومستاء من بعض الاشخاص وخصوصا اشخاص مش بعاد هذول اشخاص مقربين حاول انك ما تحتد وما تعصب حاول انك تستفيد يعني من اقل القليل القليل الموجود حاول انك تسعد فيه وما في داعي انك انت تهول الامور يعني وما برضو ما تروح تتجه لصرف لفلوس وتتفشش بالمال اليوم على اساس انه تطلع من الضغط اللي انت فيه وما في داعي للعصبية والحدية والحوارات ممكن تستاء من بعض الاشخاص خارج البلاد او يجيك خبر من خارج البلاد شوي يكون مزعج او تنزعج انت من تصرفات او اهمال بعض الاشخاص برج الجدي طبعا ما زالت الاجواء انه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فبتظل الاجواء ضاغط عليك بدك تنتبه بشكل جيد لصحتك عدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم لغاية ساعات الظهر بتلاقي انه في طاقة في نشاط في حيوية لدرجة انه بتصير انت متسرع حتى يعني من كثر النشاط بتصير عندك طاقة عالية جدا ممكن انك انت تأذي نفسك من كثرها او تعصب او تحتد يعني تندفع وتتهور بالتعبير عن مزاجك فهذا الاشي سبب ازعاج للاشخاص اللي حواليك اهم اشي انه تنتبه للبيت لاحداث البيت لاحداث العائلة حاول انك تتقارب انت وياهم صحيح انه ممكن يظهر شيء مزعج اليوم او يتخلف احد افراد العائلة عن شيء ضروري بالنسبة للك فهذا الاشي يسبب لك نوع انواع الارباك عاطفيا حاول انك يعني ما تروح بوزر هاي المجموعة تروح تضغط على مجموعة ثانية يعني ما تتفشش باشخاص ما لهم ذنب الموضوع وخصوصا الاحبة الابناء افراد العائلة المقربين جدا هدولا حاول انك تعطيهم حقوقهم بهذا اليوم زي ما حكينا يعني عندك نشاط عالي جدا وقدرة على الاقناع حلو لو للعصبية انتبه لصحتك بشكل مباشر ما تستاء من قرارات الشريك اليوم لانه ممكن يصدر قرارات شوي تزعجك او بعض الكلام يزعجك ما في داعي للحوارات او النقاشات الحدي والاهم ما تبذر فلوسك اليوم برج جدا يعني من الان بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق او دعم وممكن انه يتشارك في مناسب سعيد او لقاء سعيد ولكن في ساعات الظهر بصير القمر يعني بنتقل لبيت المتاعب بدكوا تنتبهوا لصحتكم اكثر بناء للتعب منكم برضو بصير نوع من انواع التوتر والعصبية اكثر ما في داعي للحوارات او النقاشات الحادة حاول انك ترتب وضعك المالي بدون اسراف بدون تهور ممكن تحصل على بعض المكاسب ولكن انه المصريف عندك اكثر اثناء نقاشاتك وحواراتك زي ما حكينا اضبط اعصابك ما في داعي للاندفاع اليوم ممكن تسعد باتصال او لقاء احد الاحبة اللي ما كنت متوقع انه يظهر اليوم على الساحة فممكن يجيك اتصال ممكن عاطفيا انت تكون العواطف جياشي عندك يعني تشعر ببعد بعض الاشخاص الاحبة عنك في بعض الاوقات فتعوضها باحبة اللي حواليك بكون افضل الاهم انك تنتبه لصحتك كثير وحاول ما تراكم العمال انجز كل اشي بوقته والاهم النقاشات الحادة مع افراد العائلة اللي ممكن يظهر شيء غير اعتيادي فتضطر انك تناقش وتجادل فتعصب فممكن قراراتك اليوم تكون غير مرغوب فيها مما انها بتسبب لمشكلة او لنقاش حاد ما بينك وبين الشريك شريك المال او شريك العاطفي يعني ما بين الازواج يعني بدك تنتبه بشكل كبير زي ما بدك تنتبه من النقاشات والحدية بالطباع في بعض الاوقات في ايجابيات حاول تستغلها حاول ابعد عن السلبية قدر الامكان برج الحود يعني بتظل الفترة هاي مناسبة للاشخاص اللي بيعملوا ما ممكن يكون العمل كثير ولكن عندك نشاط لان كتنجز هاي الاعمال وبتنجحوا في الدفاع او عن مصالحكم او بمصالحكم او تعزز اشياء الها علاقة بالسمعة الدافع عن سمعتك بشكل شرس بتثبت جدارتك اليوم حاول انك انت تحافظ على انجزاتك القائمة بدون تهور ولا تسرع ولا مخالفة قوانين في ساعات الظهر بصير النشاط عالي جدا ما بينكم وبين الاصدقاء او لقاء الاصدقاء او الحوار معهم ممكن صحيح انه يظهر بعض الاشياء او الالتباسات او سوء تصرف من بعض الاصدقاء ما في داعي انك تحتد او تعصب او تكبر الامور يعني كبر دماغك بمعنى اخر شوي عندك نوع من انواع الحدية عشان هيك انا حذرتك من النقطة هاي حاول انك تقلل من مصاريفك اليوم انت حابب تصرف حابب تبذر حابب تتفشش في صرف الفلوس بدك تمسك اعصابك قدر الامكان ودير بالك على اموالك من الضياع او السرقة خلي علاقتك جيدة بافراد العائلة ولقاءات العائلة خلي العلاقات الاجتماعية الداخلية قوية خصوصا مع احبائك ما تقصر معهم انتبه لأفراد العائلة وخصوصا الاحباء والمقربين برضو ما تنساهم انتبه لصحتك بشكل كبير برضو ما في داعي اليوم انك تجازف بطعامك او اتغامر بتعب وارهاق جسدك وبرضو في اثناء تنقلاتك بدك تكون حذر من اشياء مفاجئة ممكن عطل بالسيارة او انه ممكن تتعرض لا اصابي اثناء الحركة او اثناء قيادة السيارة بدك تكون منتبه وخصوصا اثناء تنقلاتك زي ما حكينا الاجواء فيها ايجابيات ولكن الاهم انك تبتعد عن العصبية والقرارات والحدية بالطباع وانك تبين استياءك للعلن هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة